الانجليزي هو عبارة عن قطعة من الكعكة قطعة من الشوكولاتة رح نقولها إذا اشتغلنا على تفاصيلها بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ربي يعطيك العافية طلبة الثانوية العامة في جميع أنحاء المملكة في الفيديو التأسيسي القبل الأخير الان هو صح قبل الأخير أو من أواخر الفيديوهات لكن أقسم بالله العلامي العظمى تكون على هذا الموضوع اللي حنتكلم عنه اليوم اللي هو موضوع التكست الفقرات اللي هو موجود عنا يا طلابنا في دوسيتنا في دوسية اللي هي المهيب بصفحة رقم تسعة عشر بصفحة رقم تسعة عشر تمام هان أستاذي بالنسبة للتكست نحكي بنسبة للتكست الان نتخيل انه احنا كطلاب تمام قرأنا الفقرة افهمنا معلوماتها حظين معانيها عارفين ضمائرها عارفين جميع معلوماتها الان صفك كيف الطالب يمكن ان يتعامل مع اسئلة الفقرات الان اللي بنتكلم عنه موضوع اخواني التكست موضوع الفقرات موضوع من اهم المواضيع الموجودة في المادة الدراسية موضوع مين؟ موضوع الفقرات او بنحكي لها القطع او موضوع ما يسمى عنا النصوص الان كطالب لما تيجيك انت فقرة في الاختبار وعليها مجموعة اسئلة مئة بالمئة المشكلة هتكون عندك انه ماذا يطلب هذا السؤال شو بطلب مني اني اجاوب هذا السؤال الان اذا انا فاهم الفقرة منيح وفهمت جميع معلوماتها تبقى عندي اعرف شو انواع او شو انماط الاسئلة اللي ممكن تيجينا بالاختبارات الان خلينا نخطي اول موضوع نتكلم فيه وانا اترك لك فراغ بصفحة 19 و20 حتى تكتب اي معلومة بنكتبها عندنا هنا على البورد خلينا نكتب هنا الاسئلة الاسئلة الثابتة على الفقرات يعني اسئلة لا تتغير اسئلة لا تتغير يعني دابعا اسئلة ما لها ثابتة ما بتعمل الوزارة على تغيير هذه الاسئلة على الفقرات على الفقرات تمام الان اول موضوع اول موضوع طلابنا على الفقرات اللي دائما بيكون بصلب اسئلة الوزارة تمام واحد موضوع مين موضوع الضمائر موضوع الضمائر هو على ماذا يعود الضمير الموضوع الثاني طبعا نكتب هنا بقصين اللي هو موضوع لبرونانز وتكلمنا انا وياكم في فيديوهات سابقة عن موضوع لبرونانز في مرحلة التأسيس رقم اثنين سؤال ايضا هو المعاني سؤال المعاني المعاني اللي هو سؤال الميننجز سؤال الميننجز سؤال المعاني سؤال المعاني برضو اسئلة في الصلب اسئلة المزارة لان رقم ثلاثة من الاسئلة الثابتة في اختبار الوزارة عندنا هو اسئلة الاقتباس سؤال الاقتباس ويأتي بعدة طرق لوا ما يسمى عندنا او متعارف بيناتنا لوا سؤال الكوت سؤال مين سؤال الكوت سؤال الاقتباس معناته بداية الانا كطالب لازم اتوقع انه في الاختبار حيكون لسؤال ضمائر حيكون سؤال معاني وحيكون سؤال الاقتباس. تعالوا أنا وإياكم نعرف كيف نكتشف السؤال عن الضمائر. كيف نكتشف عن المعاني. وشو طريقة السؤال. شو طبيعة السؤال. وكيف يكون سؤال الاقتباس. وشو طبيعة السؤال. وكيف أتعامل مع هذا السؤال. تمام. الآن نيجي على رقم 2. صفحة رقم 2. الآن خلين نتكلم الآن. نكتب أول إشي عن سؤال الضمائر. سؤال مين؟ سؤال الضمائر. يعني سؤال ما يسمى عنا بسؤال اللي هو سؤال وكيف عم بصير السؤال. سؤال الضمائر. تمام. السؤال عنا يثبت الزراء أو هانا خلين نكتب يأتي. يأتي. سؤال الضمائر الضمائر بطريقة واحدة فقط يا طلابنا. بالسؤال بطريقة واحدة. ما بتتغير. يعني يعني إشي ما له ثابت من الثوابت يعتبر. شو السؤال بحكي عنا هان؟ خلين نكتب هالسؤال شو بتكلم معنا. بحكي السؤال ماже ما هو ما زيد من الضمائر يكون ما أعطيني إحدى الضمائر اللي هو حاب يسأل عنها بالاختبار مثلا he in the text refer to حلا أغلب طلابنا بعرفوا أن السؤال يتكلم عن الضمائر من خلال اللي هي كلمة أو عبارة refer to بمعنى يعود على أو يعود إلى تمام حس أغلب طلابنا عندهم فكرة أنه بيكتشف أن السؤال يتحدث عن الضمائر إذا شاف أنه هي refer to طبعا أنا لك طالب ليش ما أقدر تمام أكون قادر على ترجمة السؤال من a to z ليه ليه ما أكون قادر أنا بقدر أنا وياك ونترجم السؤال تعال أنا وياك سادي هسا لما نكون أنا وياك ما أخذيني الفقرة ومر معنا كل الضمائر اللي تعلمتها اللي تعلمناها هي شي ات أي ضميرة طالية بالفقرة إلا في الاختبار أو قبل الاختبار أو قبل الأسئلة تمام كمعلم بيكون شارح كل ضمير عمين بعود مئة بالمئة يعني حتمياً أنه المعلم بيكون شارح كل ضمير عمين بعود إلى الآن هان كيف بدي أترجم هذا السؤال إذا كان في السؤال أو إذا احتوى السؤال على ضمير وهذا الضمير بالسؤال بيكون حاطه بولد وحاطه بين كوتيشن ماكس بالعلامات التنصيص تمام وبنفس الوقت بيكون في القطعة برضو معلمني في البولد برضو معلمني وين في البولد إذا كان السؤال يحتوي على ضمير دائماً نترجم what does نترجمها على ماذا على ماذا what does على ماذا إذا السؤال احتوى على ضمير وهذا الضمير تم تحديده بالفقر الله يرضى عليكم تمام نعرف أنه ودّز إخواني معناها على مين على ماذا على ماذا the underlined the underlined underlined طب underlined جاي من مين جاي طبعاً هي صفة جاي من underline line خط under تحت the underlined المغطوط تحته على ماذا على ماذا المخطوط تحته in the text وين أكيد في النص أكيد في النص refer to يعود على يعني السؤال واضح إذا السؤال احتوى على ضمير بنترجم ودّز على ماذا the underlined the pronoun الضمير الذي تحته خط أو المغطوط تحته يعود إلى معنى تبكون أنا عارف أنه هذا الضمير بيعود على محمد بيعود على أحمد بيعود على the boy بيعود على for example the man حسب الضمير هذا أول سؤال هو سؤال الضمائر على ماذا يعود الضمير الذي تحته خط فهذولا ثوابت في أسئلة الوزارة فبالله عليكم إخواني انتبهوا على أسئلة الفقرات الفقرات مهمة جدا اعرف قوتك بالعلامة تنبع بالفقرات خلي عندك دائما عبارة zero text zero mark صفر قطع صفر علامة في الاختبارات تمام وإن شاء الله يا رب فالكو النجاح والقوة لأن هاي سؤال الضمير نيجي على السؤال المعاني سؤال المعاني إلا نكتب هان كيف بيجينا السؤال المعاني إحنا عمانا بنأسس على طبيع كلاسئلة سؤال المعاني سؤال المعاني اللي هو عنا ما يسمى عنا سؤال يا طلابنا المينينغز سؤال اللي هو سؤال المينينغز مينينغز يعني سؤال المعاني الله ربنا يبارك لكم سؤال المعاني هسا أكيد كل فقرة في كتابنا المدرسة في الكاريكيلم تبعنا في الملهاج يحتوي على معاني مطلوب مني أنا كطالب أحفظها إنجليزي إنجليزي صح؟ فيا طالبي بالله عليك اصحى تحكي إنه على متين بلاش منهم طب أليس هاي المعاني بتفيدنا بالرايتينج طب ما بتفيدنا في ترجمة القطعة طب ما بتفيدني في سؤال التحرير اللي هو الصحح الخطأ الموجود بهذه الكلمة معنى لازم أحفظها كتابة بالعكس بتعطيك ذخيرة لغوية قوية جدا بحيث تكون قادر تكتب موضوع إنشاء لحالك وبدون أي مساعدة إلا بأمور فقط فنية الآن سؤال المعاني الآن نفترض إنه عندنا بالقطعة نفس القطعة السؤال اللي هو عندنا كلمة for example stage هذا افتراض من عندنا stage stage كلمة معناها مسرح تمام؟ الآن كلمة stage هي كلمة نعتبرها داخل القطعة يعني كلمة موجودة جوة القطعة مطلوبة مني تمام؟ إني أعرف معناها هسا جهة أجعلناك لمعلم من الكتاب إنه stage اللي جوة القطعة معناها theater معناها theater شيء theater برضو مسرح تمام الآن سؤاله مكشف سؤاله مكشوف سواء كان المعنى طويل المعنى قصير تمام؟ شبرلوس سانتي أوكي إسترا ما ينعلك بالطول أنا بهمني كيف يعرف الطالب مهية السؤال طريقة السؤال كيف تطرح شو بده السؤال؟ لأنه أغلب طلابنا بيفوت الاختبار بيروح عائلة الفقرات بيقولك أنا ما بعرف هذا السؤال شو بده؟ مش عارف شو مطلوب من هذا السؤال الآن السؤال ما تبينت معي أنا كطالب أنه إما بعطيك المعنى الداخلي بطلب الخارجي أو بعطيك معنى خارجي بيقولك جد الكلمة من الداخل القطعة أغلب طلابنا متعودين متعودين أنه يعطيهم المعنى اللي بره وهم يطولوا المعنى من جو الفقرة وهي كجراء العادة في الوزارة ولكن لا تنام بالكبور ولا تحلم أحلام مزعجة اللي بيجيب من جوة لبرة بيقدر يجيب من برة لجوة صح؟ لازم نعرف أنمات سؤال بحيث إذا الوزارة غيرت نكون إحنا مش مصدوبين بنوعية السؤال الآن خلينا نعتبر أنه عندنا هاي فقرة هذه الفقرة تحتوي داخلها على كلمة من ضمن الكلام والوزارة حط لدي تحتها خط معناته بدهياني أعطين معنا مين؟ الخارجي طب شو بيحكي السؤال؟ أستاذي السؤال هان على المعاني طبعا يأتي السؤال يأتي السؤال بطريقتين يأتي السؤال بطريقتين إما من الداخل للخارج أو من الخارج للداخل بيحكي السؤال عندنا هنا النمط الأول حكي لك هنا what does the under lined word بعطين الكلمة اللي بيسأل عنها مثلا اللي هي stage in the text مين هذا السؤال أغلب طلاب يقول لك من السؤال من كلمة مين كkey word ككلمة مفتاحية تمام معناته أراد المعنى أداء أراد مين أراد المعنى هاي كلمة مفتاحية ولكن ليش ما تكون عندي قدرة في ترجمة السؤال ليش خلاص مين معنى refer to the matter عرفنا يا عمي هسا إذا أنت لقيت بالسؤال word كلمة عادية يعني مش ضمير كلمة عادية ونفس الكلمة حاطها بالقطعة وحاط تحتها خط unbulledها يعني بالbull يعني بالأسود الغامر تمام تمام اعرف اعرف what does هون معناها ماذا وليست على ماذا ما بقدر أحكي على ماذا الكلمة التي تحتاخد تعني أحكي ماذا تعني الكلمة التي تحتاخد معتوا إذا السؤال احتوى على stage يعني على كلمة عادية تمام what does ماذا the underlined word يعني الكلمة التي تحتها خط اللي هي stage in the text وين اللي هي في النص في النص مين بمعنى تعني هذا السؤال فأنا إذا كنت طالب حافظ مية في المية راح أحكي له إنت جوابك هنا راح يكون theater يعني معناها مصرح تمام تمام معتوا إذا أعطاني كلمة من الداخل وحاب يطلب لي معناها الخارجي راح يجيب لك هاي صيغة السؤال هذه صيغة السؤال مين الثابتة الله يرفع من قدركم الله يوفقكم الله يسر أمركم انتبهوا لهذه الماضية تمام تمام طب السادة إنت علمتني إنه لما يعطيني الكلمة لجوا ويطلب مين اللي برا طب أعطيني عكس طلب اللي برا أو جاب اللي برا وطلب اللي جوا أعطاك المعنى الخارجي وبدو المعنى مين الداخلي شو بيحكي السؤال إنه هم السؤال كالتالي الطلابنا الطريقة الثانية أكيد لما هو يعطيك اللي برا وبدو اللي جوا فما بيكون هات خطحة الكلمة مستحيل هاي جواب السؤال نصبط الله جواب السؤال السؤال in the text in the text which means the same as the same as بعطيك المعنى الخارجي بالبول بيقوتation for example theater theater قليل find a word in the text which means the same as theater زي عنا السؤال هو استخرج سؤال استخرج find بمعنى إيش جد a word جد كلمة in the text في النص which التي means تعني the same as مثل أو نفس تمام theater فأنا على الطول لو أكون أنا لما أكون أنا حافظ المعنى حافظ المعنى كامل فأكيد مش هتغلب وحجيب له كلمة مين اللي هي stage الله يرضى عليكم فإذا قلك سؤال find a word يعني find a word يعني استخرج كلمة بمعنى جد كلمة من نفس القطعة تمام فالسؤال لا يأتي إلا بالطريقة يا الطريقة الأولى يا الطريقة الثانية وعلى أغلب أن يأتي بطريقة رقم إيش رقم الثنين تمام فالسؤال معاني إما من الداخل للخارج أو من الخارج للداخل فربما فربما إن السؤال أحيانا ربما أن يعطيك من الخارج اللي هو الداخل ويطلب الخارج بس بالله عليك إخواني هذه المعلومات إياك تتركها نهائيا واهتم فيها الله يرضى عليك وفقك ويسر أموك معاناته إخلصت من سؤال الضمائر الضمائر قلنا يأتي بطريقة واحدة فقط سؤال المعاني يأتي بطريقتين الآن نيجي على موضوع آخر اللي هو سؤال الاقتباس سؤال الاقتباس الآن يا أستاذي هون سؤال الاقتباس سؤال الاقتباس طلعا السنة السئلة ثابتة بالوزارة ما بتتغير اللي هو إننا بنحكي لها إحنا بالإنجليش تمام أو يعرف عنها بين الطلاب بسؤال اللي هو الكوت سؤال الكوت كوت اللي هي الاقتباس الآن سؤالي لكم شو يعني اقتبس هو يأتي السؤال انتبهوا عليه هو يأتي السؤال بطريقتين يعني يعني إلو نمطين أستاذي إلو نمطين السؤال الله يرضى عليكم إلو نمطين تمام إلو نمطين هسا أحكي لك أنا يأتي يأتي السؤال بطريقتين يأتي السؤال بطريقتين الآن بس أفهمك شو يعني اقتبس يا أخوان أقول لك اقتبس آية من القرآن الكريم تشير إلى تحريم الخمر نجي بآية من القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنما الخمر والميسر رسم من عمل الشيطان فاشتريبوه صح معنى اقتبس معنى تأعطيني إثبات معنى تأعطيني دليل فإنت كطالب لازم تعرف أن الاقتباس هو إعطاء دليل أو إعطاء إثبات ممكن يغير كلمة الكوت هذا الكوت انتبه ممكن كلمة تحل مكان كوت هو إذا قالك أعطيني إيفيدنس أعطيني إيفيدنس والمقصود بإيفيدنس الله يرضى على سميكم معنى دليل معنى الاقتباس هو إعطاء إثبات أو إعطاء دليل دائماً افهمها أنا بدي أفهمك طبيعة السؤال شو بتحكيه شو مطلوب من السؤال بالضبط بغض النظر شو نوع القطعة اللي ممكن يكون معنا في اختبار الوزارة الله يرضى عليكم معنى تكوت يعني اقتبس يعني أعطيني إثبات يعني أعطيني دليل طب أستاذي ورجيني الأماط الموجودة النمط الأول رقم واحد قوت the sentence which shows أو بحكي لك indicates أو بحكي لك proves that وحن وحن ما أعطيني الفكرة المراد إثباتها من النص شو بحكي السؤال وهنا انتبه عليهم الآن لما حكى لي كوت اقتبس افهمنا شو يعني اقتبس أعطي إثبات أو أعطي دليل اقتباس بمعنى أعطي إثبات أو أعطي دليل الله يرضى عليكم ووفكم تمام اقتبس كوت the sentence اقتبس الجملة أو كوت a sentence طلع لما قل لك اقتبس الجملة وهنا خليها كوت a sentence بمعنى sentence واحدة كوت a sentence كوت a sentence اقتبس الجملة شو يعني جملة هانا هاي امصيبي عند الطلاب الجملة يا اخواني تبدأ بكبت اللتر وتنتهي بفلسطن زايد كلمة ناقص كلمة زير والجملة لا تنتهي عند النقطتين الجملة لا تنتهي عند الفاصلة المنقوطة انتبه الجملة تنتهي إما عند النقطة وإما عند علامة السؤال وإما عند exclamation mark علامة التعجب لما قل لك اقتبس جملة يعني بدك تعطيه من الكبت الكبت لتر للفلسطن يعني الحرف الكبير لمن للنقطة ويعرف انه ممكن الجملة تنتهي عند علامة السؤال ممكن ان تنتهي عند النقطة ممكن ان تنتهي عند علامة التعجب تمام فانتبه الاقتباس الله يبارك لكم الله يبارك لكم الله يرفع من قدركم يا رب العالمين تمام دائما الاقتباس نبدأ بكابتل دير بالك لا جمع الا من عند الكابتل يعني من اول الجملة تمام حتى لو كانت طويلة ما لك علاقة فيها تنتهي اما عند النقطة وتنتهي اما عند علامة السؤال واما عند علامة تعجب فلا تنتهي عند النقطين ولا الفاصلة المنقوطة الله يبارك لكم تمام تمام قال لك اقتبس الجملة كيف كيف يعني كل كلمة لازم تيجي بموقعها اقتبس الجملة which التي اما بيقول لك التي shows تعرض بلعب بالكلمات او التي indicates تشير او proves تثبت اها اقتبس الجملة التي تعرض طب الجملة اللي بتعرض نفسها بالشير نفسها اللي بتظهر نفسها اللي بتثبت صح الان هو بلعب بالكلمات فهذه هؤلاء ثري words you have to memorize them يعني هاي الكلمات لازم انت كطالب تحفظهم تمام بغيلك اقتبس جملة التي تعرض تشير تثبت ذات ان ان البترة تقع في جنوب الاردن مثلا بروعة جملة اللي بتوصف ان البترة تقع بالجنوب انه محمد طالب ذكي بدروعة جملة اللي بتوصف انه محمد طالب ذكي تمام فانتبه اخواني انا بهمني نص السؤال صار الطالب الآن فاهمه وعنده فكرة الطريقة الثانية اخوان هي مش طريقة ثانية والله ما هي طريقة ثانية اخوان يعني هو style ثاني نمر ثاني ونفس الاجابة ما بتغير يعني بس اللهم بلعب بكلمة كوت هاي 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 بدل ما يحكي لك كوت سانتنس بيحكي لك أنا رايت داون لسنتنس والسؤال يبقى كما هو بدل بيقولك كوت السنتنس قلك رايت داون يعني اكتب الجملة طب اكتب الجملة نفسها اكتبس الجملة اقتباس اصحة تنس اقتباس قلك كوت السنتنس او رايت داون السنتنس تمام نفس الشي طالبي قلك اكتبس الجملة اكتب الجملة same same no difference يعني ما في اختلاف تمام قلت اخوان الهنود نهي نهي ما في اختلاف هون تمام طب استاذي طب هل في اختلاف بالاجابة والله ما بيحسب على الوزارة لكن خليها براسك هذه الفكرة اذا حكى لك بالسؤال كوت كوت الجملة بتجيبها خليها بين علامات تنصيس اذا جاب لك رايت داون دي سنتنس اكتب الجملة no need لا حاجة ان تضعها بين علامات تنصيس هذه الايديا ما في اي مشكلة في هذا السؤال سؤال واضح سؤال مباشر تمام يأتي السؤال بـ نمطين تمام فانتبوا عليكم هيك معانتوا اخذنا سؤال الضمائر اخذنا سؤال المعاني واخذنا سؤال من الاقتباس الضمائر بطريقة واحدة المعاني بطريقتين وهناك نمطين لسؤال الاقتباس الان اروياكم هننتقل لفكرة ثانية او فكرة اخرى لانواع برضو السؤال في اسئلة القطاع في اختبارات الوزارة الان طلابنا ننتقل الى موضوع رقم اربعة وهو سؤال مهم جدا وتكثر اسئلة الوزارة فيه السؤال فيه غاية الاهمية الان السؤال اللي بتكلم عن اللي هو عدد او السؤال اللي بنحكله اذكر ويأتي السؤال بثلاثة طرق وهو من اقوى الاسئلة في اسئلة الوزارة اللي بتكون عليها نصيب الاسد في العلامات هذه الاسئلة استاذي لازم نهتم فيها وحتى لو كثرت الكلمات فيها هاي الكلمات تعتبر عصب للسؤال هذه الكلمات تعتبر عصب السؤال الان استاذي اكيد كل قطعة بتتكلم ممكن عن فوائد ممكن عن اسباب ممكن عن حلول ممكن عن مشاكل ممكن عن صعوبات ممكن تحديات ممكن معيقات تمام ممكن مظاهر ممكن جوانب الى اخر الان استاذي السؤال هذا مهم هذه الافكار بهذا السؤال مهمة جدا سؤال عدد اذكر حتى بالدين حتى بالتاريخ حتى بأي موضوع بالعلوم حتى بالفيزياء في سؤال عدد مظبوط لا لان يأتي السؤال بأكم طريقة بثلاث الطرق انتبهوا علي يا اخوان كل ما تحس السؤال طويل السؤال مش طويل كل مكان طويل كل مكان اسهل كل ما زالت طوله كل ما زالت سهولته طب ايش رضي استاذي تعال انا اياكم الان اللي شايفه بالابيض هذا عبارة عن مقدمي بس اللهم بيوجهني السؤال بس عملية توجيه بحكي للسؤال هون according to the text according to يعني اخوان بالاعتماد على بالاعتماد على على مين the text النص لما حكاني بالاعتماد عن النص يعني حسب النص يجب ان تكون اجابتك من النص according to the text معناة اجابتك يجب ان تكون معتمدة اعتماد كامل مش من خرج القطعة من داخل القطعة قال لي بالاعتماد عن النص there are هنالك من العديد يا اخوان من كلمة من بعرف ان السؤال يتكلم عن تعداد من كلمة من اخواني اتأكد ان السؤال يتكلم عن تعداد قال لي بالاعتماد عن النص هنا لك العديد تمام معا تبدو يعني اعدد اذكر انتبه هذا مقدم يوجهك بس عمل لا لك تمام هس شايف الكلمات اللي بين الاقواس هاي اللي انا حاطها يا اخواني هاي عاصة بالاسئلة والله اذا حفظتها وققسم بالله اذا حفظتها حتفيدك بالرايتنج حتفيدك بالترجمة حتفيدك بحلقة القطعة بكل مكان استاذي لو حفظت كل يوم اربع كلمات بنحفظ استاذ الهمل اذا توزع بنشال بس انت طول ما انت مش حفظهن كل قطعة انت حتمر فيها حتتغلب كل قطعة حتمر فيها حتواجه كثير معيقات فهذولا عصب السؤال طبعا هو اكيد بكل سؤال بيجيب وحدي منهم بس بس عندنا مادة كبيرة معنى ممكن يكون بالقطعة الاولى بدي بالقطعة الثانية بالثالثة بالرابعة بدي وانتبه هذول الكلمات بيسموهم الكي يعني يعلموك شو بدي الصؤال بالزبط من غيرها مش هتخطو ولا طب اذا انت كطالب عارف انه بالاعتماد على النص هناك العديد ومش عارف معنا كلمة مش هتعرف انه السؤال بدأ تتكلم عن اسباب مش هتعرف انه اجابتك عبارة عن اسباب فضاع السؤال عليك خربت الدنيا خربت الدنيا كلها لا هاي الكلمات لازم تنبصم زي اسمك تمام هس بالاعتماد على النص هناك العديد اسباب اسباب طب استاذ لش كنت مراضي فين لانه ممكن نجيب إذا كان بالقطعة ممكن تجيب السؤال أقول لك بلاش هذول بتستفيد منهم بالرائتنج بالرائتنج يا أخواني في شي بسموه عنا ريدندنس فائض باللغة يعني من الخطأ إذلك تستخدم نفس الكلمة بطول النص ما بيصبب لازم تكون فعنا يعني التنوع لغوي حتى تكون كتابتك قوي جدا فلازم أحفظ مرادفها كوز أجاك ريزنز تمام استخدمتها لأول مرة ممكن تستخدمها في الرائتنج لثاني مرة كلمة مختلفة وتعطي نفس المعنى هي كوز ريزنز كوز نتائج برضو نتائج برضو أهداف طلق مرادفات سنننم هذول السنننم مرادفات ويز طرق ميثود أساليب ستراتيجز استراتيجيات أسبيكت جوانب يوز استخدامات ستبس خطوات في فرق بن كلمة ستبس ستبس خطوات ستبس اللي هي إخواني نصائح مشاكل صعوبات نفس مشاكل تحديات نفس مشاكل معيقات يعني مشاكل سلوشنز يعني حلول سجيسشنز اقتراحات كواليتز ميزات بروباريتيز خصائص 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 أو ميزات بنفس المعنى أتشيب يعطيني كلمة 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 بالاعتماد عن نص هناك العديد من الأسباب of the لل وبعطيك الموضوع اللي بسأل عنه مثلا according to the text there are many reasons هناك العديد من الأسباب of the pollution للتلوث قال لي write down انتبه قال لي اكتب two of them اثنين منهم three of them ثلاثة منهم انغير السؤال انغير السؤال اذا حكى لك عسى بالمثال according to the text بالاعتماد عن نص there are many advantages هناك العديد من الحسنات of the technology للتكنولوجيا of the technology للتكنولوجيا write down three of them اكتب ثلاثة منهم فمعناته رح يعطيني احد العبارات هذول مع الموضوع اللي بسأل عنه تمام وكم عدد النقاط اللي بدي يعطيها في السؤال بس ولكن في شوية كلمات بديك اضيفها على الكلمات الظولة مهم جدا مهم جدا اضيفها عندك استاذ الكلمات هاي موجودة في الدوسية بصفحة رقم اللي هي تساطاش تساطاش تمام عندنا هان بديك بديك اضيف كلمة 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 developments تطورات developments تطورات developments تطورات inventions 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 الهي اختراعات كمان كلمة discoveries 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 اكتشافات اضيف لي developments inventions discoveries developments inventions discoveries كل يوم نحفظنا شوية معاني هاي نوعا ما ما اخذينا انا وياكم الكلمات فاهمينها لأن عنا كلمة underlined ما تحته خط factors عوامل انتبه indicates يدل على find word استخرج كلمة write down اكتب advantages ايجابيات اخذناها حسنات negative سلبيات paragraph الفقرة suggest اقترح effects اثار او تأثيرات reasons اخذناها اسباب advice نصيحة expression تعبير methods طرق results اخذناها نتائج steps خطوات examples امثلة evidence اخذناها دليل purposes اهداف اخذناها differences وليس difficulties differences اختلافات mention اخذناها اذكر ورح نأخذها الان كمان شوي phases اوكي مراحل achieve ينجز جاي من achievements features خصائص هاي الكريمات كلها اليوم كتبناها اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله اذا اتقنتها حتتقن المادي بكل طوة هاي اقسم بالله اذا انت اشتغلت عليها استاذ افهمت مية في المية والله يا استاذ اوكي لتدر عليك من المنفعة فالتخل بطي اول جد كلمة نفسها استخرج كلمة زي ما علمتكم ما في ايش جديد استاذ ما في ايش جديد هاي الطريقة الاولى لمين للسؤال اللي هو عدد او اذكر لسؤال عدد او اذكر لكن هلالك اخواني الطرق ثانية لسؤال عدد اذكر ممكن تحاول الوزارة اتخربط ني فيها زي ايش استاذ تعال اخواني بدل ما يحكي بالاعتماد عن النص ممكن ما يحكي لك بالاعتماد عن النص فانا ليش اظلني انا متشبث بالطرق القديمة الحلو بالاختبار انه في ان مختلفة في طرق مختلفة في السؤال تمام الان ممكن يستبدلك الموجودة بالسؤال الاول هذه العبارة يستبدل يقولك المقالة طبعا المقالة نفس التكست القطعة يقولك المقالة التقرير نفس القطعة الكاتب الكاتب يقولك المؤلف المؤلف شايف هاي العبارات زي كإنه بيقولك ارجع القطعة the article the essay the report the writer the author says يقول states معنى يفيد افاد بمعنى قال افادته the article says or states تقول او تفيد المقالة essay او article the report says or states يقول او يفيد التقرير the writer او the author says or states يفيد او يقول المؤلف او الكاتب يعني هذه فقط استبدال ل according to the text يعني ارجع للنص بدأ ما يقولك بالرجوع او بالاعتماد عن النص قالك المقالة تقول التقرير يقول الكاتب قال المؤلف قال هناك العديد نفس السؤال الأول هناك العديد هناك العديد وبيجيب لك احد العبارات اللي علمتك إياها هناك حكى الكاتب أسباب causes reasons advantages purposes steps uses فبيجيب لك أحد العبارات هاي اللي بدسأل عنها هل بيسأل عن أسباب بيسأل عن حلول بيسأل عن مشاكل عن معيقات اتساترا تمام اوف ذا لل وبعطيك اسم الموضوع اللي بيسأل عنه تمام وبحكي لك بالأخير كم نقطة بده تمام write down اكتب بيلك ثلاثة منهم يعني ما عمر شي يعني ما عمر شي كبير فقط أعطاني ستال جديد بالسؤال تمام لما تجد طب ممكن يسألني طريقة سالفة طريقة تعرفوها شي يعني منشن أستاذ طب ما أنت تعرفوها ما أنت طول عمرك على الفيسبوك بتعمل منشنات يعني ذكرك اذكر أقول لك أنا منشن أذكر اذكر بعطيك رقم اذكر أو عدد ها منشن اذكر أو عدد منشن ثري أقول لك فور ممكن نقول لك تو صح قال لك أنا منشن تو وأحد العبارات الكلمات هاي منشن ثري ريزن منشن ثري بانفيت منشن ثري سولوشن أو ذا لل والموضوع اللي بدي ياك يتعدد فيه هاي كم طريقة ثلاثة طرق أستاذي لا سؤال عدد ولا سؤال اللي هو أذكر تمام سؤال من نور آخر طلعوا أنا بحاول أغطي جميع الأفكار لأنه أهم مش عند الطالب التكس أكثر شي يعني الطالب بملي منه أكثر طالب بيجيب فيه أخطاء تمام هو موضيع مين موضيع التكس ممكن كنا السؤال في الوزارة اللي هو وضح وبرر اللي هو وضح explain and justify وضح وبرر explain and justify explain and justify سؤال وضح بيبين من كلمتين يعني جاب لك اللي هو بالسؤال وأقول لك إجابة الطريقة سهلة جدا تمام سؤال وضح وسؤال برر سؤال وضح وبرر يرأى أنسر إجابتك طبعا زيك أنه بحكي لك أعطيني أعطيني مثال give me an example من وين من التكست قال لك هنا the article المقالة the essay المقالة the report التقرير the writer الكاتب the author المؤلف says or states يقول أو يفيد وبعطيك ذات أنه بعطيك جملة نص حرفي من القطعة قال لك هذه الجملة اللي حكاها الكاتب أو المقالة explain and justify وضح وبرر إجابتك وضح لي إياها شو بتساوي بتبحث عن الجملة اللي بيكون فيه سؤال وضح وبرر بتبحث عن الجملة وين في القطعة بتلاقي التبرير والتوضيح الجملة اللي بعديها مباشرة في القطعة انتبه الجملة كل ما تلاقي يوضح أو برر روح دور على الجملة هالي في السؤال بتلاقي التوضيح اللي بعديها مين مباشرة تمام تمام سؤال أغلب الطلاب بتواجه صعوبات كثيرة فيه لما شكلهم بالتعبير لأنه ما بعرف يكتب فبواجه مشكلة إحنا الآن حنوخذ نقاط رئيسية إحنا نحاول نفهم شو يعني سؤال التفكير الآن سؤال هو ورح نعمل عليه فيديوهات إن شاء الله كثيرة في مادتنا إن شاء الله تمام جو المادة بحيث نقدر نتمكن من السؤال في سؤال هو الاسم له اللي هو السؤال التفكير الناقض التفكير الناقض سؤال التفكير الناقض الله ربنا يبارك لكم ويمد بأعماركم جميعا طبعا من ضمن الأسئلة ما بيكون في عنوان هيك اسمه critical thinking أنت بدك تكتشف أن هذا السؤال تفكير طب كيف بدك عرف السادي أعطاني عشر أسئلة أعطاني ست أسئلة كيف بدك عرف أي سؤال بتكلم أنه أنا لازم أفكر وأجاوب هذا السؤال من عندي كلمة التفكير ممنوع يمنع النسخ من النص حرفيا ممنوع نسخت من النص أخدت الصفر يعني عامل copying from the text zero mark zero لا تناقش يعني غير قابل النقاش يرضى عليك تمام هو تفكير ناقد طب كيف بدك عرف أستاذ يوم خليك تشفو معناها اقترح think فكر in your opinion حسب رأيك in your point view حسب وجهات نظرك أي سؤال بيحتوي على أحد العبارات الأربعة اعرف أنه سؤال تفكير يعني من عندك وممنوع الجاب ونص حرفي من النص هيك كشفنا السؤال صف علينا جوه المادة نعرف كيف نتعامل مع السؤال أنا همشي أنه علمت كيف تكتشف السؤال ويعني ولا يتوجب أن يكون أنه عنوان السؤال critical thinking يعني بيكون من ضمن الأسئلة أنت بتقدر تكتشفه من أحد العبارات الأربعة الموجودة أمامنا وين ب الفقرة أو من خلال الأسئلة الموجودة وين في قطعة الاختبار بعد القطعة هي بالأسئلة هلنحكي الأسئلة هي المقالية الأسئلة مين المقالية الآن أستاذي خلصنا من الشابتر الأول تمام الأسئلة اللي هي دائما في صلب أسئلة الوزارة الآن بنا ننتقل للأسئلة المباشرة اللي تعلمناها بصفف السابقة في تمام بالصف الثاني بالثالث بالرابع بالخامس ننتقل أنه مباشرة للأسئلة هاي يجأ أنه إياك هم طلا الأسئلة المباشرة يعني بديهيات الأمور نكون عارفينها الآن الثاني إن كلمة بمعنى ماذا دائما إجابة لازم تكون أشياء يعني إجابة لازم تكون غير عاقل ما عملك teacher أشياء أشياء teaching التعليم هو شيء صح what is this this for example a stick عصى تمام what is this this is a book بكون جوابك عبارة عن شيء يعني إجابة غير شيء خطأ وير بمعنمين أين معنى تستخدم للمكان معنى إذا السؤال احتوى على اللي يعني where معنى يجب أن يكون جوابي place مكان will بمعنى متى فالجواب عبارة عن time وقت why بمعنى لماذا معنى لازم تكون جوابي reason سبب في فرق بين how وwho how وwho انتبهوا how بمعنى كيف يستخدم السؤال عن الway عن الطريقة عن الطريقة وي الطريقة وي الطريقة برضو نضيف لكم إضافة صغيرة جدا على الكلمات اللي حكينا عنها صابقا إذا إحنا مش كتبينا لا كتبينا هي ways عبارة عن طرق عبارة عن طرق تمام هو بمعنى من بمعنى من هو بمعنى من للسؤال عن شخص هاو هاو كم العدد ويستخدم للإسم المعدود للسؤال عن عدد وانت بتعرف الشيء يعني معدود عارفين شيء يعني معدود إله مفرد إله جمع تمام هاو هاو كم يستغرق يعني المدة الزمنية للسؤال عن وقت هذه لازم أتمكن منها ضروري جدا يا شباب يا أمامير ورب يوفقكم ويسر أمركم وإن شاء الله يكون هذا الفيديو اللي بتقرؤوه وتحضروه في ميزان حسناتكم وإن شاء الله يجعلوه ذخر لكم حتى يصب بإعلامتكم وإن شاء الله يا رب هذا التعب كله إن شاء الله يتوجه يتوجه بإيد الله تعالى بإعلامة المتين ورب يعطيكم ألف عافية اشتركوا في القناة